والاختة التي سألت بانه توفي زوجها قبل سنة ونصف تقريبا كان لا يصلي ولا يصوم وكان يتصدق وهل يجوز هي ان تتصدق عنه علما انه كان يستهزئ عندما يقولون له صلي شوفي اختي اذا كان تارك للصلاة كاسلا مع ان قلبه مطمئن بالايمان بانها واجبة عليه وانه آثم عاصي بتركه للصلاة فهذا تقبل من صدقته تخفف عنه لانه تارك الصلاة في النار وتارك الصيام في النار وصدقتك ايضا تقبل وتخفف عنه لكن اذا كان تاركا لها غير مقتنع لما يقولوا له ايش ما تصلي والله ما مقتنع بهذا المسألة او يتركه استخفافا بها واستهزاء للأسف اقول هذا كافر علم ذهب الاربع لا تقبل له صدقة اذا كان قد تصدق بها ولا تقبل صدقة انسان يتصدق نيابة عنه لكن ان شاء الله غالبا بمن هو مسلم ويعيش في بيئة مسلمة غالبا هو يدري بان الصلاة عليه فرض ويدري بانه آثم لكن هو متكاسل هذا النامر لا يعفه من النار لكن الصدقة تقبل وتخفف عنه ان شاء الله لا حوله ولا قوةه لا بالله السلام ما يصال لي ما تقول له واش ناقصة حيل عين ناس نايمين على الفراش ما يقدر حتى يحرك رأسه اشل اشل بيديه ورجله وماذا يترك الصلاة دا يسألنا دا يسألون الناس لا ما يسألنا صاحب الرعاش يسألنا صاحب الشلال الرباع يسألنا واحد الله من طيحه له عين وما يصلي هي ما يات والله اكبر يا اخوة الاطباء يقولون الانسان اذا اراد ان يحافظ على صحته ولا يحتاج طبيبا ولا دواء الى ان يموت فقط يحتاج عليه العلاج الداخلي والعلاج الخارجي ما هو العلاج الداخلي الرياضة لانها تنشط اعضاء الجسد الداخلية وما هو العلاج الخارجي النظافة تنظف جسمك وما لبسك خلاص انت مرح تتمرض بس عالج نفسك بنفسك زيان الصلاة تكفل لك كليهما فالوضوء نظافة وهو الخارجي والحركات رياضة وبالتالي هي تضمن لك العافية اضافة الى انها ترضي الله سبحانه وتعالى ويعني تسقط عن نفسك هذه الفريضة لا حول ولا قوة الله بالله تالي هذا الانسان مات في النهاية اهل قام يسألون ينفع ولا ما ينفع